معلومات جديدة كشفتها مصادر متعددة المعلومات الأولية التي كشفها موقع اتميل رادار أفادت بخروج ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا موضحة أن طائرتين أقلعتا من اسطنبول والثالثة من قاعدة غونيا وأضف الموقع أن أحدى طائرات تركية الثلاث اضطرت إلى تغيير مصارها والعودة إلى تركيا دون إضاحة لأسباب ذلك مصادر أخرى أفادت بخروج السفينة إلى جانب الطائرات أبحرت من ميناء اسطنبول إلى ميناء مصراتة حيث لم تتمكن فرقاطة يونانية من تفتيشها وفق العملية الأوروبية البحرية إيريني بعد أن تدخلت فرقاطات تركية لتمنع ذلك السفينة المحملة بالأسلحة رصت بميناء مصراتة وبدأت في تفريغ شحنتها وقالت شبكة سيينان اليونان التي أبلغت عن الحادث لأول مرة أن فرقاطة يونانية تدعى سبيتساي اقتربت من سكرين التي ترفع علم تزانية للاشتباه في حمل الأسلحة إلى ليبيا التقرير كشف أن سفينة اليونانية كانت تحت قيادة عملية إيريني الأوروبية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي لوقف استيراد الأسلحة إلى ليبيا وفقا لحضر الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة